صاحبة الدلع سموة الدلع ملكة الدلع أستاذة ورئيسة قسم في الدلع أنسى برج الجوزاء وبتعمل إيه مع كل رجال الأبراج يلا بينا أهلا بألز ناس في الدنيا وأخف دم في الدنيا أنا معترف أن علتي هنا ما شاء الله خف الدم رهيبة واللي مش مصدق ينزل في التعليقات ويشوف والمية تكد بالغطاز برحب بيكم وادوى اللي مش تركش يشترك عشان يتابع معنا وجديد يعرفنا بنفسه نرحب بيه أي حد حاطة صورتي كاتب اسمي اتأكدوا أنه أنا لو شكتوا فيه طلبوا أن أنت تسمعوا صوته أو تشوفوا لو رفضوا أنه هو نصاب وتعالوا بينا نبتدي بقى توافقات أنسى الجوزاء مع كل رجال الأبراج الجوزاء معايا عسل وأنا لقي جوزاء وأنا بدور على جوزاء ما نشلاقيها يعني الجوزاء مع الحمل أنا بقول معايا لأن أنا رجل الحمل من أكتر بنات الأبراج اللي تشدينك يا رجال الحمل هي الجوزاء إحنا عايزين إيه؟ غير دلع وشياكة وخف الدم وزكاء وأنسى متجددة مش روتينية ولا مملة يا أخي حتى نغشين في التعليقات والله يعني تعليقات أبراج الجوزاء كده أنا بعرفها حتى لو مش عارف برجها لما بتغبط تعليق كده خفة الدم الكاريزمة بتاعت التعليقات بتبقى بين توافق جيد جدا رغم ما فيه من عصابية من اندفاع في بعض الأحيان يعني ولكن توافق جيد جدا جيد جدا وما فيش علاقة لا تخلق من العيوب إنما مقارنة بغيرها فيه توافق بين الطرفين دول جوزاء وطور ما فيش عمار يعني بضربوا بعض بالشباشب زي ما احنا بنقول العلاقة بتبقى صعب قوي صعب جدا جوزائية تنجذب لرجل طور وصعب رجل طور ينجذب لجوزائي لا هي بتتحمل شخصيته ولا هو بيتحمل شخصيته إلا في بعض الاستثناءات البسيطة القليلة اللي بنسميها شواز القعدة وهي علاقة متعبة من الطراز الأول وصعبة مصنفة من العيار أو الفرز الأول من أصعب العلاقات والتوافقات نتيجة لتباطئ الطور الشديد نتيجة لروتينية رجل الطور نتيجة لانتقاد رجل الطور حاجات كتيرة نتيجة لتجهله نتيجة لتبرده نتيجة لتقلو الشديد زيادة عن اللزوم علاقة بتكون صعبة جدا 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 الجوزاء ورجل الجوزاء علاقة جميلة إنما فيها شد وجذب وانتقادات ومراقبات بيرقبوا الاتنين بعض ومبروم على مبروم مايرلش ورجل الجوزاء ممكن يجدب ويحب إن هو يزوغ تزوغ من مين يا حبيبي إنسى الجوزاء بتفهمها وهي طايرة فبيكون كل شوية اخناء كل شوية عصبية كل شوية في حاجات يعني مستفزة في العلاقة إنما التوافق نقدر نقول عليه بشكل عام جيد بيبقى في حاجات كتيرة قوي بيلتقوا فيها يليت يا جماعة اللايك المتين اغبط اللايك المتين واعملوا الشير النزيز هذه الحلقة توصل لبقية أصدقائنا وتعالوا ندخل على الجوزاء ورجل السرطان وانسى الجوزاء ورجل السرطان أيضا من أصعب العلاقات اللي انت ممكن تلتقي بيها هي بتشوفه نيكا دي هي بتشوفه مأفوراتي هي بتشوفه حساس زيادة هي بتشوفه انطواقي هي بتشوفه كئيب هي بتشوفه يعني حاجات كتيرة قوي كمان بتشوفه مديا بخيل هو بيشوفها مجنونة هو بيشوفها متقلبة ويرتمها السريع هو بيشوفها بتلف وتدوره يعني حاجات بيشوفها ساعات أقوى في شخصيتها منه هي كمان ودي المشكلة الأم بتشوفه عايز يقيد حريتها وانسى الجوزاء دي عصفورة زي العصفورة كده ده اللوعة لازم تطير سيبها براحتها كده سيبها تلفها حواليك كده وتعمل لك جو رجل السرطان من شدة التحكم أو حب التملك بيخنوها في النقطة دي فعلاقة صعبة جدا وليست مستحيلة عشان ما نقفلش الببان المفتوحة يعني انسى الجوزاء ورجل الأسد من أروع 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 العلاقات وأشدها توافقا يمكن تعدي توافق الجوزاء مع الرجل الهمام رجل الحمل كمان في حاجات كتير قوي بيلتقوا فيها هو بينجازب قوي لمرحها وخف الدمها وحبها للحياة مزوقتية بتعرف تنفخ الرجال ورجل الأسد أكتر الرجال اللي عايزة تتنفخ أو بتحب النفخ تخيلوا بقى أكتر الرجال حبا للنفخ مع أكتر النساء إجادة في نفخ الرجال تبقى العلاقة عاملة ازاي؟ هو يقول لها أنفخ كمان هي تنفخ وهو يقول لها أنفخ كمان هي تنفخ وهو يقول لها كمان لا علاقة جميلة طبعا رغم برضو ما فيها من بعض المشاكل إنما توافق من أعلى التوافقات وأشدها هي اتنين أسد وجوزاء أنا أنصحهم يعني العلاقة جميلة قربوا خشوا بقلبي جامد مع الاحتياطات اللي دايما بنقول عليها يعني جوزاء مع عزراء صعبة جدا تراب وهوى والتراب الهوى لما يجي عليه يعمل زوبعة وعاصفة أشياء كتير عوي منها طباط العزراء الشديد منها واقعيته الصرفية منها تجهله الشديد منها يعني حب أعزاله أحيانا عن البشر وعن الكون منها التهامل لها أن هي متقلبة قوي وصعوبة أقلم رجل العزراء مع موديت ومزاجية أنسى برج الجوزاء إضافة لأشياء أخرى العلاقة دي مجهدها حزاري لو أنتوا لسه على البر خلوا دا دايما في عين الأطبار جوزاء مع ميزان جميلة الدنيا حلوة الدنيا أريبين أو من بعض زكاء على طعام على خف الدم على جاذبية على دلع على النعومية في الكلام كده على يعني الاثنين نغشين فاهمين بعض الدنيا بتبقى جميلة ولكن بيخنقهم من بعض شوية حتى الاختفاء والرجوع والغياب دايما العلاقة دي تلاقي فيها من الطرفين اختفاء ورجوع اهتمام طالع أوي أوي وأحيانا اهتمام بدون سبب من دون سبب وده بيزعلهم شوية من بعض رجل الميزان عينه زيغة شويتين الجوزاء غيورة شوية حتى وإن كانت مش هتبين باستمرار لكن مع هذا كله تبقى العلاقة جميلة والتوافق عالي بينهم جوزاء مع عقرب صعب العقرب نمر واحد كرجل لازم يمتلك الجوزاء وعنده حب امتلاك شديد رهيب وعنده وتعنت وتحكم فضيع لا تقبله ولا تتحمله ادى اللوع انسى ورج الجوزاء باتاتا ودي هي المشكلة لأم بينهم توافق بيكون صعب طبعا علاقة مجهدة من الطراز الرفيع يعني زي ما احنا بنقول جوزاء مع عقوس حلوة لذيذة لطيفة خف الدم ولزازة وخفافة وطعامة والدنيا رايحة وجاية لا بتلاقي العلاقة دي جيدة حلوة ومهما قبلتهم من صعوبات بيقدروا يتجاوزوا اي نعم ممكن يقولوا البعض في اليوم خمسمائة مرة هنسيب بعض وبيرجعوا تاني ولكن مع هذا علاقة من انجح التوافقات جوزاء مع جد ابعد يعني جوزاء مع جد انتو الاتنين هتوروا بعض النجوم في عز الدور يمكن اصعب التوافقات او من اصعبها انسي الجوزاء مع رجل الجد عنيد متبارد عن قصد طبعا يتجاهل وهو زعيم التجاهل الاول متحكم فرز اول عنده حب امتلاك فضيع منتقد من الطراز الرفيع ايه اللي لسودة دي ايه الشغل لسود ده انسي الجوزاء تقولك كده ايه رمانة على المر ده بتبقى طبعا علاقة صعبة الجوزاء مع الدلو خفة ولزازة ومنتهى اللزازة اللي في الدنيا توفق ناجح بشكل كبير قوي ولا تنسوا دائما شواز القعدة يعني رجل الدلو رجل متحرر بيحب الحياة بيدي لانسي الجوزاء بريستجها بيديها الحرية المطلوبة بيكبر دماغه عن حاجات كتير هي بتعملها اجتماعي صريف وهي تحب او الرجل اللي هو الفياح ده اللي هو ايده مخرومة زي ما احنا بنقول يعني يحب الخروجات يحب الصحاب مش هيخنوها اوي بدرجة الرومانسية الحالمة الغير واقعية او مش هيتلوم منها اهتمام او مش هيحسبها بشكل كبير على تقلب مزاجها ومش هيقيد حريتها وده المطلوب طبعا مع انسى الجوزاء جوزاء مع سومة العاش رجل الحوت علاقة طبعا ليست الافضل على الاطلاق علاقة فيها مشاكل كتير اوي يعني هي طبعا هو هيطلب منها اهتمام اكتر من اللي هي بتدهوله هتلاقي فيه في احيان كثيرة تجاهل غير مبرر هتلاقي تبارد غير مبرر هتلاقي اكتئاب وتشاوم هي ما بتحبوش الجوزاء ايجابية هو مش هيعجبه يعني رتمها وتقلب مدها وجنونها شوية في بعض الاحيان وحبها للحياة وان هي بتاخد خمسمائة الف فكرة في الثانية الواحدة التوافق ده نقدر نقول 50 50% يعني ليس هو الافضل على الاطلاق اكتبو لي ارادكم رجاء شير كبير اوي ولايك عايزين نوسع الحلقة لكل اصدقائنا وموعدنا مع مين بقى سندريلا ونسى ورج السرطان وكل رجال الابراد واصدقائنا اللي بيسألوا عن الاستشارة الخاصة ومواقعنا الاخرى وازاي توصلوا معايا كل ده موجود في وصف الفيديو واول تعليق او في التعليقات والى اللقاء